نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية اهلا بكم انعقد اليوم الخميس بالرباط عبر تقنية التواصل المرئية لاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش الذي عبر بالمناسبة عن اعتزازه الكبير بالعناية الملكية الموصولة لساكنة العالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي وصدق مجلس الحكومة خلال هذا الاجتماع على أربعة مشاريع مراصيم تهم مجالات مختلفة تقرير صفي عصمة انعقد بالرباط عبر تقنية التواصل المرئي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش والذي عبر بالمناسبة عن اعتزازه الكبير بالعناية الملكية الموصولة لساكنة العالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس قال خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس إن السيد أخنوش تقدم أيضا في كلمته الافتتاحية للمجلس بعبارات الشكر والامتنان لجلالة الملك على توجيهاته السامية الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في إطار الحوار مع الشركاء مؤكدا على الحرص الشديد للحكومة على إخراج هذا المشروع في أقرب الآجال لتسريع إحداث مناصب الشغل والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني ومن جهة أخرى ذكر السيد بيتاس أن وزير النقل واللوجيستيك السيد محمد عبد الجليل أكد في عرض حول السلامة الطرقية قدمه أمام المجلس بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يوافق الثامن عشر من فبراير من كل سنة أن مؤشرات السلامة الطرقية لا تزال مقلقة رغم المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال مشددا على أن هذا الوضع يستدعي تقييم جميع التدابير المتخذة وبلورة استراتيجية أكثر نجاعة الهدف منها ضمان تحقيق الأهداف المسطرة وقد صدق مجلس الحكومة خلال اجتماعه على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها قدمه السيد فوزي القجع الوزير المنتدى لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كما صدق المجلس على مشروعي مرسومين قدمهما السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ويتعلق الأول منهما بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثاني بإحداث وتنظيم أكاديمية الموضة بالدار البيضاء تدول مجلس الحكومة والصادقة على مشروع مرسوم رقم جوج 21-097 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويهدف هذا المشروع من أجل توزيع المقاعد الـ 24 المخصصة للنقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على النقابات الأكثر تمتيلية وتدول المجلس وصادقة على مشروع مرسوم بإحداث وتنظيم أكاديمية الموضة بالدار البيضاء ويأتي هذا المشروع تفعيلاً لقرار إحداث مؤسسة للتكوين في مجال الابتكار والموضة في إطار الميطاق الوطني للإقلاع الصناعي وإسناد تدبيرها للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة مجلس الحكومة صادق أيضاً على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة قدمه السيد عبداللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفي ذات السياقة قال الوزير المنتدم المكلف بالميزانية السيد فوز لقجع قال إن الحكومة وتنفيذ لتوجهات الملكية السامية رصدت عشرة ملايير درهم لتمويل البرنامج الاستثنائي لتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وأوضح السيد لقجع الذي كان يتحدث خلال لقاء الصحفي الأسبوعي عقباً عقاد مجلس الحكومة أن هذا البرنامج الاستثنائي يتوخل حد من تأثير شحي التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين أم ربي الماشية المتضررين المتضررين عفواً كوثر التجاري والمزيد من التفاصل قال الوزير المنتدب المكلف بالميزاني سيد فوزي القجع إن الحكومة وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية رصدت عشرة ملايير درهم لتمويل البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وأوضح السيد القجع أن تمويل هذا البرنامج يتوزع على ثلاثة ملايير درهم كمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وستة مليارات درهم لتمويل وهيكلة مديونية الفلاحين في حين سيخصص مليار درهم لتأمين محصول الموسم الفلاحي ستوجه لمختلف الأنشطة الفلاحية المتضررة خاصة منها بطبيعة الحال تربية المشياء عبر توفير الأعلاف الضرورية وبأتماني مناسبة السنوات العادية وتوفير الأدوية للمختلف المواشي إلى غير ذلك من الإجراءات وأكد السيد القجع أن رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش سيترأسه اجتماعاً مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية للإعلان عن أجراءة هذا البرنامج الاستبنائي في أسرع وقته لضمان تنفيذه وفق الفعالية الضرورية من أجل دعم هذه الشريحة من المجتمع التي تساهم بشكل كبير في الرفع من نمو الاقتصاد الوطنية الآن مشاهدين إلى جديد الحالة الوبائية ببلادنا حيث أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسجيل 636 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 فيما تم تسجيل 22 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأبرزت الوزارة في النشط اليومية لحصيلة كورونا أن أزيد من خمسة ملايين وثلاثمائة وستة وسبعين ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر من ثلاثة وعشرين مليون ومائة واثنين وستين ألف شخص بغية إشاعة رسالة الفرح بشأن استئناف الأنشطة الفنية بساحة جامع الأفناء وعودة الحكواتيين إلى جمهورهم بعد توقف قصري ناجم عن جائحة كورونا جاب الحكواتيون المشاركون في النسخة الأولى من مهرجان مراكش الدولي لفن الحكي مختلف أزيقات المدينة العتيقة وخلال موكب الاستعراض غنى الحكواتيون الذين قادموا من مختلف أنحاء العالم باتجاه ساحة جامع الأفناء الموقع الجذاب والمعلمة التاريخية التي ترمز إلى السياحة المغربية وقبلة الساكنة والسياح المفضلة متابع روبرتاج عبداللاطف بن طالب حكواتيون يجوبون مختلف أزيقة المدينة العتيقة في مراكش إيزانا بعودة الفرح واستئناف الأنشطة الفنية بمدينة البهجة استعراض الحكواتيين انطلق من مؤسسة دار بلارج صوب ساحة جامع الأفناء قبلة الساكنة والسياح الجذابة هذه الخرجة عندها واحدة رمزية كبيرة لأنها كتعني المدينة مراكش والمغرب والعالم أنه مراكش ما فقدش الحكاية والحكواتيين ما ما تقشف مراكش بل رجعوا غير واحد الخطواتين إلى الوراء جمعوا القوى ديالهم وهو ما رجعوا إن شاء الله أربعون حكواتيا من قارات العالم الخمس يشاركون في النسخة الأولى من مهرجان مراكش الدولي لفن الحكي لإلقاء حكايات بمختلف اللغات حيث غنى الحكواتيون وأدوا رقصات جماعيا على أنغام جناو وغيرها من الإيقاعات المغربية الحكاية ورواية القصص ما زال حاضرين في معيشنا اليوم سواء أثناء المحادثات بين الأصدقاء وخلال الاتصالات الهاتفية وفي الحفلات فن الحكي حافظ على مكانته في عالم اليوم رغم الطفرة الرقمية بوصول الحكواتيين إلى جامع الفنة معقل الحكاية والحلقة تشكلوا في حلقات جذبت الجمهور التواق إلى تجديد الصلة مع الحكواتيين مثل عبد الرحيم الأزلية ومحمد باريز في لحظات من الفرجة بطعم ثقافي متعدد بامتياز دولياً ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى معدلاته منذ ثلاثة عقود في يناير الماضي حيث أدى تأثير ارتفاع فواتير الطاقة إلى زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات تقرير أنس بوستا إلى أعلى معدلاته منذ ثلاثة عقود ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة في شهر يناير الماضي حيث أدى تأثير ارتفاع فواتير الطاقة إلى زيادة أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات مما زاد من الضغط على مستويات المعيشة للأسر مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن مقياس مؤشر أسعار المسهلك للتدخم ارتفع إلى 5.5% مدفوعا بأسعار الملابس والأحذية والأثاث وحسب صحيفة The Guardian البريطانية فقد توقع الاقتصاديون أن يظل معدل التدخم عند 5.4% نفس المصدري أضاف أن أعلى معدل للتدخم سجل آخر مرة في شهر مارس من عام 1992 عندما كان عند حدود 7.1% دوليا دائما ضرب زلزال بشدة 6.2 درجة جواتي مالا وتسبب بإغلاق الطرق وكذلك منصرع شخصين على الأقل وتسبب الزلزال من قطاع الكهرباء ووقوع الأسقف وانهيارات أرضية وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال يقع على عمق 83.6 كم تحت سطح الأرض صفي عثمان وتفاصل ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريشتر جواتي مالا بحسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال تسبب بإغلاق الطرق في ساكا تيبيكيز قرب أنتيجوا وكذلك مصرع شخصين على الأقل وهرع أعضاء هيئة التنسيق الوطني للحد من الكوارث برفقة رجال الإطفاء إلى المكان لتنظيف الطريق من مخلفات الانهيار الأرضي الزلزال ضرب البلد الواقع في أمريكا الوسطى وكان مركزه بلدة نويفا كونسبسيون بمدينة إسكوينتلا وأوضحت الهيئة أن الزلزال يقع على عمق 83.6 كم تحت سطح الأرض وأبلغت السلطات عن مقتل إمرأة في إحدى الضواحي الغربية للعاصمة ورجل في مدينة أخرى وقالت السلطات إن كليهما توفي إثر الإصابة بنوبة قلبية وفي خبر آخر ارتفعت حصيلة ضحايا انزلقات التربة والفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة بيترو بوليس السياحية قرب ريو دي جينيرو بالبرازيل إلى 78 حالة وفات تفاصيل أوفة في تقرير حمزة الخضر وكأن الأرض أخرجت أثقالها ليتساءل الإنسان ما لها من تحت هذا الركام يجاهد من بقي على قيد الحياة في انتشال من قضى في فيضانات مدينة بيترو بوليس السياحية في البرازيل انزلقات التربة والأمطار الغزيرة أودت بحياة 78 شخصا فيما جرى إنقاذ واحد وعشرين آخرين بحسب ما صرح به حاكم ريو دي جينيرو كلاوديو كاسترو الذي أضاف بأن الأمر يتعلق بأسوأ هطول للأمطار منذ العام 1932 كلاوديو كاسترو لم يحدد عدد المفقودين مشيرا إلى أن فرق الإغاثة انتشرت في المنطقة الواقعة على بعد 68 كم شمال ريو دي جانيرو للبحث عن ناجين ما يربو إلى 300 شخص جرى نقلهم إلى مراكز إيواء أقيمت غالبيتها في المدارس بحسب مسؤولين فيما وجهت جمعيات خيرية نداءات طلبا لأفرشة النوم وسلع غذائية ومياه وملابس وأقنع واقيا وشهدت هذه المنطقة خلال ساعات تساقط 260 مليمترا تقريبا من الأمطار أي أكثر مما كان متوقعا لكامل شهر فبراير حسب ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية منح مهرجان برلين السينمائي جائزة الدب الذهبي للفيلم الكراس للمخرجة الإسبانية كاترلا السيمون كما فاز في جوائز الدب الذهبي الفدي عفوا فيلم فيلم لهونغ سانكسو بجائزة لجنة التحكيم الكبرى وحصل فيلم روب أوف جيمس لناتاليا لوبيز غارديو على جائزة لجنة التحكيم تفاصيل هذه الجوائز في تقرير عبداللاطف من طالب جائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي هذا العام في ألمانيا تعود لفيلم الكراس للمخرجة الإسبانية كاترلا سيمون عمل يروي قصة عائلة مزارعين أربكت الحداثة حياتهم المخرجة سيمون استعانت في فيلمها بممثلين غير محترفين وإليهم أهدت الجائزة كما إلى كل الذين يزرعون الأرض في جوائز المهرجان أيضا فازت المخرجة الفرنسية كلير دينيس بجائزة الدب الفضي لأحسن إخراج عن فيلمها بمحبة وتصميم أما جائزة لجنة التحكيم الكبرى فذهبت لقصة فيلم الروائية للمخرج الكوري الجنوبي كان رجال القبائل البدو في منطقة الخليج يستخدمون سقور قبل قرون للصيد وبمرور الزمن تطور الاستخدامه ليصبح بعد أجيال رياضة شعبية وهواية لكثير من القطريين كما أصبحت له مستشفيات خاصة تقدم مجموعة من الخدمات للسقور نتابع روبرتاج عبدالاطف بن طالب السياح في سوق واقف بالدوحة تجذبهم صور السقور محمولة وواقفة بشموخ على قفازات أصحابها لم تعد تستخدم للصيد كما الماضي إذ تطورت السقارة أي الصيد بالسقور لتصبح رياضة شعبية مستشفى سوق واقف للسقور متخصص في علاجها بل وحتى استخراج بطاقاتها وجوازات سفرها السقارة نشاط معروف بالشرق الأوسط ورياضة شهيرة وهذا ما يبرر وجود مستشفيات أكثر للسقور في قطر وبدول أخرى في المنطقة الصغر سابقاً كان يستعملونه الأباء والأجداد للصيد للأكل ما عندهم أي مادة يسجدون فيها ما فيه أي مادة تصيد إلا الصغر بس حالياً لها مسابقات ولها جوائز ولها مهرجانات في فصل الشتاء يستقبل المستشفى أكثر من مئة سقر يومياً إذ تعد السقارة تراثاً وطانياً في قطر أدرج العام الماضي على قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي ويتفاوت فيها سعر السقر بشكل كبير بين 300 دولار حتى 200 ألف دولار نهاية نشرة السابعة مشاهدين تفاصيل أوفع الأخبار المغرب والعالم تجدونها كالعادة على موقعنا الإلكتروني m24tv.ma